لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد كثير تكلموا في هذا الموضوع واحد ذهب يمينا والاخر راح شمالا واحد اتهم أنه لم يتم حضوره هناك من تحدث عن حضوره في ظروف جيدة وكثير من الكلام المحاكمة التي جرت اليوم لا تعني خالد نزار من قريب ومن بعيد من الناحية القانونية فخالد نزار حكم عليه حكم ابتداء غيابي وصدر بحقه عشرين سنة سجن نافذة مع أمر بالقبض والإحضار هذا لما رجع إلى الجزائر تم إفراغ كما تحدثنا من قبل هذا أمر بالقبض وعاد إلى الجزائر وعمل معارضة على هذا الحكم بذلك يكون أنه لا يوجد عليه حكم ستتم برمجة محاكمة أخرى وهذا يعني أنه لا يوجد عليه حكم فقد أبطل ذلك الحكم وستتم برمجة محاكمة أخرى معناها المحكمة العسكرية في البوليدة ستبرمج محاكمة خالد نزار في الفطرة القادمة هذا من الناحية القانونية وبذلك سيكون محاكم ابتدائيا حكم أولي من المفروض قانونيا أن هناك أمر بالقبض يصدر عن قاضي التحقيق وكين أمر بالقبض يصدر عن قاضي الحكم أمر بالقبض عن قاضي التحقيق بمجرد ما يمتثل الشخص المتهم والفار من العدالة عند قاضي التحقيق يتم إفراه وليس شرطا أنه يكون في السجن ممكن يتم إداعه وممكن لا ما الشرط أما قاضي الحكم فيفرض من المفروض أنه الشخص عندما يحضر ويعمل معارضة من المفروض أنه يقدم إلى السجن مباشرة يحول إلى السجن وغالبا الحالات هذه انتعى الناس يأتي مباشرة يديرون يعاود يدخل منه أمور شكليا تماما يعملونه أمور شكليا شغل يدخل من الباب هذا يخرج من باب ذاك وخالد نزار ما مشاش للمحكمة خلاص ما مشاش لحبس خلاص كل هذه الإجراءات تمت في غياب أو تم بس إذن خالد نزار بصدد محاكمة أخرى كيف هنا الكثير يسألون كيف سيكون موقع وموقف الجنرال توفيق والجنرال ترطاق والسعيد بوتفريقة والوزحنون هذن سيكونون شهود في محاكمة خالد نزار لأنهم سيكونون غير معنيين بهذا الملف إذن سيكونون شهود في القضية فقط ربما يحضروا وربما لا يحضروا من حق؟ وقد لا يحضر لذلك ستكون محاكمة شكلية وصورية للخالد نزار في إطار إجراء لملمة الملف ممكن يجيه مشوار يشرب قهوة مع القضي ويروح يخر هذه هي الحكاية ما يزيدوا عليكم هكذا ما يطولوا ما يهبتوا وخالد نزار قبل ما يغادر غادر إسبانيا في اتجاه الجزائر الأمور كل خيطها وكان على يقين بأن المجموعة تدي براءة وحتى بعض الأشخاص المقربين من دوائره أباح لهم بأن الحكم ستكون براءة تامة لهذه المجموعة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة